بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعبوث رحمة العالمين كثير من الناس يعاني من الاكتئاب والحزن والهم كثرة البلاية والمصائب بسبب كثرة معاصي الناس ووقوع الناس في الأسام المعاصي فالأسف العلاج من السنة لكن بسبب الجهل بالعلم الشرعي يأذب كثير من الناس إلى العيادات النفسية وهم يعلمون أن العلاجة في السنة يعني العلاج الاكتئاب في السنة ثالث أشياء أو ثلاثة أشياء لو أنك قلتها كل يوم أو ثلاثة أسكار لو أنك قلتها كل يوم شفاك الله صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن والاكتئاب وأبدلك سرورا وفرحا وفرج همك ضعاء عظيم ضعاء الفرج لو أنك قلته كل يوم من كثر وهمه فليقل اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ماضم في حكمك ناصيتي بيدك ماضم في حكمك عدن في قضاءك اللهم مين يسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي أو جلاء حزني وذهاب همي إلا وأبدله الله سبحانه إلا وأبدله الله همه بهمه سرورا وفرجا وفرج الله عنه لا يمكن إنسان يقول هذا الدعاء إلا وأبدله الله سبحانه وتعالى أهمه فرجا وحزنه سرورا شو ما حسنا صديقي؟ من كثر أهمه فليقل فليقل اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك الله ما إني أسألك لكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا وأبدله الله بهمه فرجا وبحزنه سرورا عدس له تركم كثيرة كلها صحيحة هذا العلاج الأول لا يمكن دعاء الفرج والسرور لا يمكن أن تقول هذا الدعاء إلا وفرج الله عنك وشفاك من الهم والحزن والاكتئاب هذا هو الدعاء الأول الدعاء الثاني أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله من قوله 100 مرة على الأقل أو أكثر من ذلك الأوصrene يقول في الحديث هذا الحديث في مقورة تركة حديث حسن من قال لا حول ولا قوة إلا بالله شفاء دواء من التسعة وتسعين دون أجسرها الهم تسعة وتسعين دون إثارها الهم لأن الهم ربما يقتل صاحبه طب ليه نقول 100 مرة لأن реш maschidopf قال في الحديث من قال لا حول ولا قوة إلا بالله في كل يوم مئة مرة لم تصبه فاقة أبدا عمره ما يصبه فاقة أبدا أبدا فرصاصا وضع حدا إنها مئة فمن هذا يستنبط أن أقل شيء إنها تقال مئة مرة طبعا الصحابة الدعام كانت كل يوم آلاف مرات فكلما زيت أكسرت كلما ذلك كان أوقع في زوال الهم والشفاء من الاكتئاب والحزن فهذا الدواء الثاني الدواء الثالث أن تقول الصباح والمساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبي رسول من قال هذا الزكر العظيم ومن أهم أسكار الصباح والمساء غافل عنه أكثر الناس اليوم سبب الجهل بالعلم الشرعي كان حقا على الله صحيح وطعا أن يرضيه في هذا اليوم تشعب الرضا لازم ربنا نرضيك يعني الجزء من جنس العمل أنت قلت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي رسول من قلبك نفيت عن قلبك الشركة الأكبر والشركة الأصغر فالجزء من جنس العمل زي ما أنت رضيت بالله ربا ورب العالمين هو الذي يزيل الهم ورديت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا يجب ويجب على الله سبحانه وتعالى أو كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يرضيك في هذا اليوم وفي رواية أن يرضيك اليوم القيامة طبعا هذا الذكر لهم رقب عزيزيك كثير لا تحصى يعني نقوله هاتشاء الله في درس آخر لكن عم نتكلم اليهاردة على الاجتاب يبقى أول شيء هذا الذكر العظيم اللهم إني عبدك من كثر أهمه فليقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيادك ماض في حكمك عد في قضاءك اللهم إني أسألك وكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أدى الله سبحانه وتعالى هذا الهم وابده لصورها فرحا وفرج عنك سبحانه وتعالى تقول لا حول لقوة إلا بالله بقى قل تقدير مئة مرة كلما زلت كلما كان أقف أفضل كثير من الناس لا يعبق ناس الزكري العظيم وليس لها ورد وردوا منه لكن لو أنت قل شفاء من أو دواء من تسعة وتسعين ده أيصارها الهم أقل حاجة يشفيها الهم وما هو أكتر من الهم أيضا الشيء الثالث رضيته بالله ربا وإسلام دينا ومحمد عليه الصلاة والسلام ربينا رسولا حققت دفعت عن قلبك الشركة الأكبر والشركة الأصغر وكان حقا على الله صفحة تعالى أن يرضيك في الدنيا والآخرة يرضيك في الدنيا وفي الآخرة فأنا سأكتب لكم كلام ده كله تحت فيديو استخداموا شروع ورشو هذا العلم في ثوام عظيم اللي علم علما فإن الله أجرم عبيبي يوم القيامة لا ينقذ ذلك من قولي شيء تشوش تعالي الجرس والشركة القناة لأسراكم كل جديد وساعدوني عن عرش السنة وإن أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم